اقبلت يا رمضان الخير مشرقة ايامك الغر بالآلاء والدعم رمضان 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 الخير يا رمضان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وصلاة والسلام على رسول الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد معاشر المشاهدين والمشاهدات فهذه حلقة جديدة بفضل رب الارض والسماوات من حلقات برنامجكم الرمضاني همسات اود ان اركز فيها على عبادة بها يعرف هذا الشهر انها عبادة الصيام لا ريب في ذلك فشهر رمضان انما هو شهر الصيام في الاصل معاشر اكارم ان كثيرا من الناس يصوم ولربما اهتم بعبادات اخرى واهمل هذا الصيام وما ظن في نفسه ان اجر الصيام عظيم النية تع الصيام المهم ما يأكلش ما يشربش ما يفعل اي شيء مما يفسد له صومه هذا ما كان لكن يظن ان العبادة الاخرى هي التي ينبغي ان يهتم بها وينسى عبادة الصيام وينسى الاحتساب في هذه العبادة وينسى النية الفاضلة في هذه العبادة وينسى تطهير هذه العبادة من جميع ما يشوبها وهذا خطأ فادح في الحقيقة يقع فيه الكثير من الناس انا اذكر الان بحديث سبق معنا في الحلقة الماضية هو الحديث القدسي الذي يقول فيه ربنا تبارك وتعالى وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه سبحان الله وبعد يقول ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه يعني الشلو الكامل ليحب ربي عز وجل منا الفريضة الواجبات لما نأدوها على احسن وجه اذا انا انذكر نفسي وانذكر المستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات بهذا الامر العظيم ان الانسان لما يصوم يشعر بالليا ويدير عبادة كبيرة عظيمة جليلة جدا جدا هي عبادة الصيام كيف لا وهي فريضة من الفرائض اولا كيف لا والصيام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما استوصاه رجل واستنصحه قال له عليك بالصوم لا مثل له عليك بالصوم لا مثل له وقال صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا يعني سبعين سنة كيف لا وفي الحديث القدسي الصحيح كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به هذا بالنسبة للصيام في جميع أيام العام فكيف بالصيام في شهر الصيام في شهر رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه قال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه لابد الإنسان كي يصوم رمضان يشعر بلي الأجر تحصيام كبير بزاف كبير عموما في كل وقت وأكبر في شهر الصيام في شهر رمضان قال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وسبحان الله هناك حديث عظيم جدا في مستد الإمام أحمد رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه هي قصة أو هي رؤية رآها طلح بن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه رأى رؤية هذا الرؤية هذه لم يفهمها على وجهها صحيح حتى أتى النبي عليه الصلاة والسلام ماذا رأى رضي الله عنه رأى رجلين قد توفي من الصحابة الكرام رضي الله عنهم رضي الله عنهما وأرضاهما الواحد منهم مات شهيدا في سبيل الله في ساحة الوغى في ساحة المعركة والآخر مات ميتة عادية لكن ماذا رأى رأى هذا المتأهى رأى هذا الذي تأخر في موته هذا الذي ليس بشهيد في ساحة المعركة رأاه سابقا هو تأخر في الموت تعه بسنة بعد الشهيد رأاه سابقا له في الجنة فتعجب يعني إنسان عادي يسبق الشهيد في سبيل الله فتعجب فأتى النبي عليه الصلاة والسلام فقص عليه الرؤية فقال عليه الصلاة والسلام ألم يصن بعده رمضان؟ ألم يصلي بعده ستة آلاف ركعة وكذا وكذا ركعة سنة يعني نافلة إذا نذكر له شلوا وقال له قال له عليش ما صارش بعده ورمضان مع أنت كي صار رمضان كان قادر يفوت الشهيد في سبيل الله تبارك وتعالى كي نعرف الفضل الكبير تعالى العبادة الجليلة التي هي عبادة الصيام وخاصة إذا وقع الصيام في رمضان فالله الله في هذه العبادة وفي إحسانها وإتقانها وينبغي أن نتذكر أن الله جل وعلا خص بابا كاملا من أبواب الجنة الثمانية خص بابا كاملا للصائمين هو باب الريان إذا دخله الصائمون أغلق فلا يدخل معهم غجرهم بمثل هذا أخبرنا نبينا صلوة الله وسلامه عليه إذن عليك بالصوم لا مثل له كما قال صلوة الله وسلامه عليه أقول الذي سمعتم والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبلت يا رمضان الخير مشرقة أيامك الغر بالآلاء والنعم رمضان